من تأكيد سوريا ان الاعلام السوري وضع في قائمة الاستهداف الارهابية لسكاته ومنعه من كشف اهداف ما تتعرض له في كلمة خلال جلسة لمجلس الامن حول وضع المدنيين والاعلاميين في النزاعات المسلحة اكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة ان العصابة الارهابية التي اغتالت الاعلامي محمد ضرار جمو تتلقى السلاح والتمويل والدعم من نفس الاطراف والدول التي ترعى العصابات الارهابية في سوريا اكد الدكتور بشار الجعفري ان الاعلام السوري يتعرض للاستهداف من المجموعات الارهابية والدول الداعمة لها بالتوازي مع ماكينة اعلامية هائلة تحرض على العنف والارهاب واختلاق الاكاذيب لتشويه الواقع واشعال نار الفتنة في سوريا وذلك في اطار سعي حكومات بعض الدول لتحقيق اهدافها الجيوبولوتوكية وتدمير الدولة السورية ما يمثل انتهاكا جسيما لاحكام قرار المجلس الامن رقم 1624 لعام 2005 وهو القرار الذي يمنع التحريض على الارهاب لقد دابت الحكومة السورية على التعامل مع الاعلام بانفتاح واصدرت منذ بداية الاحداث التي تعيشها بلادي قانونا جديدا للاعلام في خطوة اصلاحية تهدف الى تعزيز العمل الاعلامي وتحقيق المزيد من الحرية والشفافية واوضح الجعفري ان الحكومة السورية التزمت انطلاقا من حرصها على كشف الحقائق بالتعاون مع المبعوث الخاص السابق للامم المتحدة كوفي عنان وتنفيذ خطته ومن بينها البندو المتعلق بالدخول وعمل الصحفيين وقد وافت عنان بشكل دوري باسماء الاعلاميين الذين دخلوا البلاد وقد بلغ عددهم خلال الفترة من الخامس والعشرين من اذار الى الحادي والعشرين من ايار عام 2012 اكثر من 166 وستيلة اعلامية عربية واجنبية كما ان وزارة الاعلام سمحت منذ مطلع العام الجاري بدخول مراسلين لاكثر من 300 وسيلة اعلامية من شتى دول العالم واتاحت لهم ممارسة عملهم بحرية كنت قد وجهت بالنيابة عن حكومة بلادي رسائل رسمية الى كل من الامين العام ورؤساء مجلس الامن تضمنت معلومات حول عدد من الصحفيين الذين دخلوا الاراضي السورية بشكل غير مشروع واكدنا في رسائلنا ان المتسللين يتحملون وحدهم المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عما قد يتعرضون له نتيجة دخولهم غير المشروع الى الاراضي السورية ومرافقتهم المجموعات المسلحة ولفت الجعفري الى ان الحكومة السورية اولت اهتماما لسلامة الاعلاميين وامنهم وطلبتهم بعدم الدخول الى الاراضي السورية بطرق غير شرعية تعرضهم للخطر وتجنب اماكن وجود المجموعات الارهابية المسلحة ومن بينها جبهة النصرة كان من المؤسف ان طالت يد الارهاب بعض الاعلاميين الاجانب الذين تعرضوا اسوة بنظرائهم السوريين للضرب والخطف والقتل ومن بينهم السيد ريتشارد انجل الذي كان مختطفا من قبل احدى الجماعات الارهابية واكد الجعفري ان الحرب الاعلامية على سوريا ترافقت بقيام دول بفرض حصار اعلامي عربي غربي جسده قرار جامعة الدول العربية بوقف بث القنوات الفضائية السورية والخاصة وكذلك حجب بث بعض القنوات الفضائية السورية على القمر الاوروبي وضع الاعلام السوري المهني في قائمة المؤسسات المستهدفة بهدف اسكاته ومنعه من كشف الابعاد الحقيقية لما تتعرض له سوريا اذ تم توجيه تهديدات للصحفيين والاعلاميين لثنيهم عن اداء واجبهم المتمثل في نقل الخبر والحقيقة وقال الجعفري ان وسائل الاعلام الوطنية تعرضت ايضا لاعمال ارهابية تخريبية من بينها الاعتداء على مقر قناة الاخبارية السورية كما تم استهداف مبنى الاذاعة والتلفزيون بعبوات ناسفة وقد تم مؤخرا القاء القبض على منفذ العملية الذي اعترف بتلقيه التعليمات بتنفيذ هذا العمل الارهابي من داخل السعودية ولفت الجعفري الى ان هذه الاعمال الارهابية اسفرت عن استشهاد تسعة صحفيين وثلاثة وعشرين عاملا في المؤسسات الاعلامية السورية علاوة عن تعرض تسعة وثلاثين اعلامية للخطف والاعتداءات مؤكدا ان المجموعة الارهابية التي اغتلت الاعلامية محمد ضرار جمو تلقت السلاح والتمويل والدعم من نفس الاطراف والدول التي ترعى المجموعة الارهابية في سوريا ارهاب